أسعار المواشي تشغل مدينة القلعة بجبل نفوسة المعروفة بتربيتها وحظائرها أخذت تنتشر كالمعتاد والأثمان تراوح عند ألف دينار أو أزيد بخمسمائة للخروف الوطني المربين عندهم حق لأن العالفة كانت تلحق لـ 200 جنيه والبورت تنتع المياه رفعه فيه للصحرة بـ 200 جنيه والبنزينة ما فيش، النافطة ما فيش يأخذ في البنزينة من السوق السوداء معناها طبعاً بعد على السعر هذا والسعر يعتبر في بلتنا والجميع يعني مش الناس اللي ضعفها مش ما يقدرواش هالكلام هذا ولكن الناس اللي عندها سيولة وعندها كلا وبعد يزيد على هذا سيولة ما فيش وإن سألت المربين فسيحدثونك عن غلاء أسعار الأعلاف والأدوية وارتفاع تكلفة صهاريج المياه ونقص البنزين الباهض ثمنه في السوق السوداء ومن جهة المواطنين فالأضاحي المستوردة هي الهاجز المخلص في تقديرهم من غلاء الأضحية الوطنية الأسعار والله يعتبر في متناول الجميع صراحة وانت شوف المناطق الثانية بالنسبة للقلعة في متناول الجميع واللي ما عندهش سيولة ونبيعولة بشيك ما عندهش مشكلة وحتى اللي ما عندهش افتراض نبكل ما 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 نخلوش يعني ما نخلوش فهمت؟ والحكايات شوف فيها انت والله ينعانوا في معانات صراحة كمربيين موضوع الاموية وموضوع البنزينة وموضوع السيارات صراحة والله في كده ولكن لو فيه دعم من الدولة احنا تولي طلعوا فيه احنا اللي وجعتنا ان نتطلع في عملة صعبة يا اخي انت ادعمني وانوفر لك انا انا نوفر لك مستعدين نوفر لك العدد اللي تبيه يشكو المربون تجاهل السلطات المعنية لتوفير لوازمهم ويربطون ذلك بمباشرة بارتفاع الاسعار ايضا وفي المقابل يؤكدون قدرتهم على توفير احتياجات البلاد من المواشي في مثل هذه المناسبات لو فيها دعم وفيها علفة وفيها بالنسبة تجي الاسعار متناولة وتجي الخيسة لكن تولي الاسعار الحق يعني غالية وكلفة الحق يعني والمشاكل هلبة فيه مشاكل توجهنا حتى البنزينة هي ما فيش ناخده فيها بربعين جنيه وخمسين جنيه لبيدون باي قداش بنطعه في الصحراء نمشه بثلاثين واربعين كيلو باش نوصله من المكان اللي عندنا فيه اللغنام بين مشتر ومتفرج ومنتظر يواصل المواطن تنقله بين الاسواق والحظائر لعله يجد اضحية ثمنها على مقاس جيبه دون ان ترهقه في بقية التزاماته ازاء اسرته والمتطلبات المستطاعة قبيل العيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة